تفقد رئيس مجلس الوزراء أعمال التطوير الكامل والتوسعات التي إشهدها مطار سانت كاترين الدولية وخالي زيارته حرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين أشهد مدبولي في الوقت ذاته بمستوى التنفيذ بمشروع موجها باستكمال مشروع تطوير مطار سانت كاترين الدولية ما يصهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة